السلام عليكم انهارت والدة الشاب عثمان اليوم الثلاثاء أمام محكمة للسئناف بالدار البيضاء وذلك مباشرة بعد الحكم على الشرطي المتام بالتسبب في حادثة سير أصفرت عن وفاة عثمان وإصابة فتاتين بجروح وشرعت والدة عثمان تصرخ بأعلى صوتها أمام السئنافية البيضاء احتجاجا على الحكم الذي أصدرت واديه الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء في حق الشرطي المتام في قضية وفاة عثمان أثناء مطاردته بحي بورغون والقاضي بإدانة الشرطي بثلاث سنوات حبسا نافدا فيما عبر عدد من أفراد عائلة وأصدقاء الراحل عثمان على عدم رضاهم على الحكم الذي صدر في حق الشرطي معتبرين أنه لا يتناسب وخطورة الجريمة التي تورط فيها المتهم وكشف محامي الضحية عثمان في تصريح أن المحكمة قضت أيضا بتغريم الشرطي المذكور مبلغ ألف درهم وتعويض لأسرة الهالك عثمان المطالبة بالحق المدني بمبلغ قدره ستون ألف درهم